نهر ده لها يتعادل مع حرص الحدود في مباراة تتويجه بالدوري الممتاز نتيجة مش مؤسرة في أي شيء على الفريقين بس هي تكليل لنجاحات رائعة للأهلي في موسم استثنائي إدارة وجهاز فني ولاعبين وطبعاً جماهير كانوا كلهم شركاء في كل الإنجازات وإشاء القدر أن يحتفل إمام عشور بدرع الدوري للموسم الثالث على التواني مبروك للأهلي درع الدوري رقم 43 ومبروك صفقة سوبر زي إمام عشور يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 أنادي الأهلي اليوم تعادل مع حرص الحدود واحد واحد الأهلي المتصدر بطل الدوري المصري الممتاز 2022-2023 تعادل مع حرص الحدود متزايل جدوى للترتيب اللهابت رسمياً إلى دورة درجة الثانية كهرباء هدف أول في الدقيقة 71 وخالد عبد الفتاح هدف مرمى في الدقيقة 80 نتيجة لا تعني شيء لا للنادي الأهلي ولا لحرص الحدود لا تعني شيء وإن كان حرص الحدود هو خرج من الدوري في آخر مباراة ليه في الدوري بشكل حلو شكل الناس تفتكروا به أنه انتهى الدوري وهو متعادل إيجابياً مع بطل المسابقة النادي الأهلي الأهداف أمام حضراتكم هدف كهرباء كهرباء النهاردة أضع كمان عديد من الأهداف السهلة ولكن هو سجل هدف النادي الأهلي الوحيد في هذه المواقع كل حاجة النهاردة فيش حد يتحسب على حاجة النهاردة فيش حد يتقال له أنت حلوة اللي وحش النهاردة هي مباراة احتفالية الأمور منتهية صعب أنك تحكم تركيز لاعبين وإن كان الأهلي النهاردة سيطر على المباراة طولاً وعرضاً بطبيعة الحال وكان له كثير من الفرص حرس الحدود من كرة عرضية خياد عرفتاح أخطأها وسجلها في مرمى عشان تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي واحد واحد